بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم ونجيكم يا رب إذن غادي نحطوا مجموعات وصفات ديال الحلبة الناس ليحطوا لي تعليقات قلة تساعد السحر توقيف الحال لوصفات متين شحوش إذن غادي نعطيكم مجموعة وصفات ديال الحلبة باش تحيدوا النحس والطردوا التابعة إذن الحلبة تترتق والهم تيتفرق الحلبة تترتق والسحر تيتفرق إذن غادي نترتقوا الحلبة أو نعموا بها أو نوضعوها على صور إذن الناس لي عندهم موليداتهم بعاد عليهم وعندهم ولادهم بدون عمل غادي ناخد صور ديال الإبن ديالي أو البنت ديالي وغادي نحط عليها 21 حبة ديال الحلبة وكل حبة غادي نقرأ عليها هاد الآية وغادي نوضعها مع ماء الورد أو ماء الزهر على الصورة وغادي ننجمها في سطح البيت ثلاث أيام غادي تبطل السحر لقديم وجديد إذن خدينا 21 حبة ديال الحلبة اللي غادي نوضعها ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 21 حبة بـ 21 مرة هاد الآية اللي غادي نلوحى إما في ماء الورد وإما ماء الزهر وغادي نحط الصورة نكتب فيها الاسم دياله والاسم ديال أمه وغادي نكتب الآية وراء الصورة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ثلاث مرات تكتبي الآية في الصورة وراء الصورة وغادي تقولي اللهم ابطل عن فلان ولد هلان ابطل عنه هاد السحر المعمول له توقيف الحال توقيف الزواج توقيف الحال في العمل أي حاجة كتبوها وراء الصورة ولو تكتبوها رقيقة وحاولوا أنكم تكون الصورة يكون واقف فيها من الأحسن تكون كاملة من الأحسن وكتبو الصورة بالكامل وراء الصورة ما تنسوش الاسم دي الأمه حتى أمه لكانت مسحورة معاه غادي يبطلها الله هادك السحر لأن الأم تخدمو باسم الأم تتسحر حتى الأم إذن هنحطها في سطح البيس من مورة العشاء أو في الليل نحطها في الليل ومع الفجر مع الفجر ندخلها مع الفجر ندخلها ونغطيها من الطاقة السلبية ونخلي هذه الطاقة اللي خداتها دي السماء هي اللي تبطلك السحر لمعمول دي التوقيف الحال أما البنت غادي تقولوا لي البنت اللي بغت تزوج حتى هي تديرها حتى هي تديرها تصيغة اللي اعطيتكم دي التوقيف في الحال في الزواج في العمل في كل شيء أما الماء ديال هاد ماء الزهر والحلبة غادي نمشي المكان يكون فيه يكون فيه نبات وغادي نخوي هذه الحلبة مع ماء الورد والصورة غادي تشوفوها اللي تمسحت في ثلاث أيام رأى تصخدك السحر ما تبطلتش غادي تعودها ثلاث أيام أخرى حتى تبطل عليه كل الأمور إذا الناس اللي بغين أنهم يدوشوا بالحلبة غادي تأخذ وحد الحفنة وغادي تقرأ عليها إن شاء الله بحول الله وقوته ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سبع مرات وغادي تقرأ الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وغادي تقرأ سورة الكافرون سبع مرات وغادي تحاول أنكم هذه الحفنة غادي تلوحها في سطل ديال سطل كبير تخويع لها الماء ساخن هتضفي لها ماء آخر غادي تضفي لها ماء آخر من غير ماء ساخن هتخلي الماء ساخن مدة ساعة ومبعد تضفي لها الماء هتطلعها لسطح البيت تأخذ من طاقة السماء وطاقة النجوم ديال رمضان ومبعد غادي إن شاء الله نحاول أنني نتشلل بها مع آدان الفجر آدان الفجر دخلي إلى الغرفة ديالك ودخلي واحد وعاء وهذاك الوعاء يكون كبير ونوقف وسطه وغادي نحيد الملابس ديالي ونغسل بهذاك الماء والحلبة اللي غادي يطلع ليا القديم وجديد الناس اللي عندهم مشاكل الناس اللي عندهم ركود في الأمور الناس اللي عندهم تتابع الناس اللي عندهم مشاكل في كل الأمور تغسلي بماء المبارك ديال الحلبة مع القراءة الحلبة غادي تصفيها وغادي تنشفيها فضل وتخليها حتى إن شاء الله تكوني بغا تبخري ونتبخر بها إما مع المغرب وإما مع الفجر إذن عندكم جوج أوقات في رمضان هو ملمورة المغرب من تفطري وتسالي تمشي تاخدي واحد المجيمر وتدري فيه العافية وتخلي الحلبة ترتق والهمتي تفرق الحلبة تبطلك شيء اللي ما يخترش لك على البال ديالك اللي ما عرفاش العين والحسد توقفوا الحال لا في الزواج ولا في العمل ولا في كل الأمور إذن حاولوا أنكم تخدموا بالحلبة رائعة وأكتر من رائعة الحلبة اللي عنده الحلبة القديمة رمزيانة يوضع معها قليل من الفاصوخ وغادي إن شاء الله يترتق يترتق ها حدا الباب الناس اللي عندهم نحوسات وعندهم مشاكل وعندهم توابع يحاولوا أنهم يديروا الحلبة ويترتق ها حدا الباب باش أنهم يتخلصوا من جميع التوابع ولكن إلا خلطها مع الفاصوخ أشنو خاسني ندير بها خاسني نقرع لها نقرع لها الفاتحة سبع مرات صورة الزلزلة واحد وربعين مرة واحد وربعين مرة لأن صورة الزلزلة تبطل السحر القديم جديد والناس اللي عندهم مشاكل في قلة العمل قلة الزواج قلة الزهر دائما عندهم مشاكل في البيت صداعوا المشاكل أتحاولوا أنكم ترتقوا الحلبة إحدى العتابة يريد تحلوا النوافد ولو في رمضان تبخروا مع الفجر مع المغرم البخور في رمضان كين وحتى السحر كين في رمضان وحتى أتباع شياطين ولو تصفدوا المردة شياطين الإنس كينين إذن شياطين الإنس عليهم اللعنة بلعنة الله الناس لي ما تخافوش الله والناس لي ما تعرفوش حق الله كين الناس يمشوا للجام ومشوا ولكن عندهم طاقة سلبية دائما عندهم الشر في الخاطر ديالهم ما غاديش يتخلصون من الشر ديالهم إذن حسبون الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير إذن بغيتي تكوني إيجابية بغيتي تكوني إن شاء الله بخير وعلى خير غادي تديري هاد الوصفة على نية طرد التوابع طرد المشاكل من البيت والناس اللي عندهم أبنائهم عندهم بعد عليهم يديروا هاد الوصفة رائعة وأكتر مرائعة إذن احبار بي لعجبكم الفيديو خليونا لايك دعموا القناة تفعلوا الجرس تقابونا وما تبخلوش علينا اللي لايك اللي لايك ديالكم هو اللي تعطينا إن شاء الله يعطينا نزيدوا القدام ونحاولوا نكونوا إيجابيين خليوا تعليقات بالصلاة على الحبيب باش تكمل معكم الأمنية إن شاء الله إذن الدعاء للناس اللي طالبين الدعاء ياربي يحقق لكم قاع الأماني ياربي يفرحكم ويعطيكم سؤلكم في كل الأمور الناس في كل الأمور بحق محمد وآهل محمد وكما تنسوش استغفار وصلاة على الحبيب صورة الرحمن تقرأوها دائما على نية الشفاء والزواج الناس اللي ما عندهمش قبول يقرأوا صورة يوسف على نية القبول الناس اللي بغين تجوجوا يقرأوا صورة طاها طاها على الطمر وياكلوا والنوا يجمعوه في آخر الأسبوع ويقرأوا عليه آية الإبطال قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلحوا عملاء المفسدين ويقرأوا مع الحرمل ويتبخروا به مع الفجر إذن أحبابي تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى الدعاء دي ليوصل كل واحد بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى